أكلة مفضلة عند ناس كتير والأسف ما بنعملهاش كتير الكوسة المحشية باللحمة المفرومة ما قادرنا كيلو كوسة نص كيلو لحم مفروم بصلتين كبار فلفل حار بقدونس اتنين طماطم كبار معلقتين كبار معجون طماطم خمس معلق زيت معلقة كبيرة ملح معلقة كبيرة فلفل سود معلقة كبيرة بهارات معلقة صغيرة إرفة معلقة صغيرة زعتر معلقة صغيرة نعناع معلقة صغيرة رحان أو ونصف لتر مية تمام هنقور الكوسة ونقليها وليل من الزيت كده لغاية ما تاخد لون هنفروم البصل في الخلاط هنقطع البقدونس بالسكين حتة صغيرة هنعمل الحشوة في القلاية هنسخن زيت كويس هنضيف البصل والفلفل والملح ونقلب الخليط لغاية ما ينضج تماما هنضيف اللحم للخليط هنقلبه كويس لمدة تلت دقايق هنضيف البقدونس والبخارات والتوابل ونقلب الخليط هنغطي الطاصة ونسيبها تلت ساعة هنحشي الكوسة بعد كده بخليط اللحم ونحطه في سنية في حلة صغيرة هندوب معجون الطماطم في المية مع ملح وفلفل سود ونسيبها تغلي هنقطع الطماطم مكعبات صغيرة ونضيف ليها المية المغلية لمدة دقايقين هنرفع الحل عن النار هنسكت من خليط الماء والمعجون ده بمعلاقة فوق كل كوسة ونسكت بقى الخليط فيه اعر السنية ونغطيه هنحط السنية على نار متوسطة لمدة تلت ساعة وندخلها الفرن ربع ساعة هنخرج السنية من الفرن هنسكت بالكوسة المحشية في طبق كبير ونقدمه وبالهنة والشفا كوسة محشية